هاي بنات معكم ميمي من قناة إسوارة التوتوري اليوم رح يكون عن فطور صحي وشهي للمدرسة فكل ما ستحتاجون إليه هو الكورنفليكس والفواكه من اختياركم أنا اخترت الماوز والتوت والفراولة والتوت الأزرق فرح أخذ الياغوت وحطه بكأس من الزجاج أو اللي متوفر عندكم رح حط الكمية اللي تناسبني وبعدين رح أضيف الكورنفليكس كمان الكمية اللي أنا حابة أحطها لهذا رجع لذوق كل واحد فيكم وبعدين رح أضيف الفواكه تدريجياً رح أبدأ بالفراولة فقط للإشارة فهذا الفطور الصحي وبيعطي نشاط وحيوية وهو بنفس الوقت سهل جداً يعني أي واحد ممكن يعمله رح ضيف الماوز طبعاً لكم الاختيار في اختيار نوع الفواكه أو الفواكه اللي متوفرة عندكم بالبيت يعني على حسب الزوق رح ضيف التوت الأحمر بعدين رح ضيف التوت الأزرق كمان هو الصحي جداً وفيه يعني فوائد جد جد مهمة للجسم وبعدين رح ضيف كمان الياغورت ورح عيد نفس الشيء اللي عملته من قبل رح حط الكورنفليكس طبقة ثانية ورح أكرر نفس العملية حط الفواكه هدريجياً شفتوا الألوان يعني طالعة كتير كتير حلوة بتشهد وبعدين التوت الأزرق وآخر شيء حبيت أحط أو عفواً أضيف نكهة للفواكه وحبيت أحط شوية عسل طبعاً هذه يعني اوبشنال ممكن تحطوه ممكن ما تحطوش وممكن تحطوه طبعاً بالبراد وتفتروا به بالصحة والراحة التوتوريال الثاني هو التفاحة أخدت التفاحة قطعتها دوائر بهذا الشكل وقطعت وسط كمان التفاح كما تروا بعدين أضفت البينات باتر اللي هي مصنوعة من الفول السوداني هي كمان كتير صحية طبعاً هي كمان هذا الاختياري ممكن تحطوه ممكن تغيره بمربى أو عسل أو أي شيء تاني وحطت كمان مكسرات وحطت طبقة تانية من التفاح وأضفت مرة تانية السوس اللي هي مصنوعة من الفول السوداني بطلع كتير كتير حلوة مع التفاح كمان شوية مكسرات وبعدين حطيت العسل كمان صحي كتير وسهل كتير في نفس الوقت فهذا كان التوتوري لهذا اليوم اتمنى إن شاء الله يجبكم وفليز ما تنسوا تدعموا قناتي باللايك وشير وسبسكرايب إلى اللقاء